مضمار الشهداء وقادموا من معظم مناطق ريف إدلب في هذه الصور القديمة يظهر شهيد محمد باخوري أبو المعتصم وهنا أيضا الشهيد مصطفى دويدر وغيرهم كثير من الثور الذين اعتادوا ركوب الخيل فيما بات يعرف باستراحة محارب لذلك عمل رفاقهم على إقامة سباقات دائمة لخيول من استشهد دفاعا عن الأرض وذلك لاستحضار ما كان يفرحهم قبل أن يستشهدوا كان الشهيد محمد بخوري أبو المعتصم هو من مؤسسين هالسباء هذا هي عبارة عن رياضة بدنية بوقت السراحته كان يحب أنه هو المؤسس وهو المخطط له النهار أنه يعني يكون هالسباء بما أنه استشهدوا من أول تنبارحة باشتباكات مع قرية الفوعة بقى نحن ما حبينا نأجل فيه وإن شاء الله الطريق هوي هوي وماشيين في كل ياتنا بعد قليل من الاستعداد للخيول بدأ السباق وانطلقت نحو هدفها الحماس سيد الموقف وخط النهاية ينتظر وصول الفائز الأول وهو حصان الشهيد مصطفى دويدر طبعا هذا الحصان الذي أخذ المرتبة الأولى كان للشهيد مصطفى دويدر أبو حيسام قائد كتيبة مصرية الأحرار من اللواء داود لا جائزة نقدية ولا عينية في هذه المسابقة هي فقط لتخليد أسماء الشهداء يقوم الثوار بإقامة مثل هذه السباقات لإحياء ذكرى الشهداء فهذه الخيول كلها كانت لشهداء قضحوا بأرواحهم في داء هذا الوطن كان معكم زاكي ليدلبي أوريانت نيوز